اشتركوا في القناة مع التحليل النتائج والتصريحات كواسابيا سيكون معنا وكلتشي هداف فوق العادة في هذه الفقرة بالنسبة لنتائج واستعراض وقفات بالتحليل أبرز محطة مباراة الخرطوم الوطني والمريخ بالأمس ورحب بالمحلل الفني لبرنامج حال الرياضة زميل أيمن يماني أهلا وسهلا ورحب بك مرحب بك حافيم ومرحب بكل جمهورك الكريم وإن شاء الله نقضي وقت جميل إن شاء الله دور الممتاز يتواصل نتيجة الخرطوم الوطني وانتصار على المريخ وانت كنت محلل الأداء مع كواسي أبياء في الخرطوم الوطني هذا الانتصار صعب من مهمة المريخ في المنافسة على اللقب لم تحسم المسألة ولكن هو بالتأكيد زاد من الفارق الهلال الآن يلعب في هذه المباراة مع أهل الخرطوم متقدم كان بهدف سنوافي المشاهدين بالنتيجة بعد ختام المباراة لنضع الترتيب نتائج الأسبوع بصورة عامة أيمن كيف رأيت هذه النتائج وعندنا ممكن جرافيك بوضح نتائج الأسبوع فعلا كانت هم مباراة في الأسبوع أكيد الخرطوم والمريخ المباراة حياء وموت بالنسبة لفريغين المريخ محتاج النقاط كان عشان يلاحق الهلال الفارق كبير بناتهم صحيح نفس الحكاية بالنسبة للخرطوم الهلال لبيض كان فاز وأهلي شندي لاعب في نفس الوقت فاز نعم يمكنني كانت أبرز النتائج هلال كادوغلي يتفوق على أهل عطبرة ثلاثة هدف مقابل هدف هلال أبيض ينتصر على الأمل العطبراوي والرابطة كوستي والنصور حبايب بهدف لكل فريق المريخ يخسر من الخرطوم الوطني وأهلي شندي مع النيل شندي يتفوق الأهلي في معركة دار جعل وكليتشي هو الهدف الأبرز أحرز هدفين ووصل إلى 30 كما ذكرت هذه النتيجة وهذه المباراة لها دوافع بتأكيد كبيرة اعتبره المريخ كان ما زال يقاتل على الوصول للهلال أو يضيق الخناق قبل معركة الديربي ولكن الآن تبتسع الفارق فعلا الفارق بالذات الهلال كما قلتها حاليا كان فائز بواحد صفر يعني لو فائز سيبقى الفارق ستة ولسه في ثلاثة مباراة بثلاثة نقاط منتظرة بالنسبة للهلال فيبقى صعب جدا بالنسبة له المريخ حاليا إنه اللحاق إلا الهلال يخسر عدد من المباراة أقل شيء مباراتين فده شيء كبير لو نظرنا النتائج الأسبوع كلها بشكل عام الهلال الكادوكلي نتيجة مميزة جدا الفوز بثلاث أهداف يعني كلنا عارفين ظروفة التي تعرضت له إلى الكادوكلي فقط ستة لاعبين للإيقاف بسبب أحداث مباراة مريخ الفاشر فهذه كانت صدمة كبيرة بالنسبة للفريق ولجماهيره ولدارته ولكن المدرب شرف والله مميز جدا جدا وقال أول ما انتهت مباراة مريخ الفاشر والأحداث الاعتداء الحكم وتوقع أنه اللعيبة بتاعينه هيحصل لهم عقوبات فطوالي بدأ يجهز البدائل وفعلا استطاع أن يفوز ثلاثة واحد نتيجة مميز جدا يعني عودة من بعيد فعلا هما كانوا خسروا مباراتين وبإيقافات كان ساهل أنت تقول أنه الظروف كلها ضدي وتتغلب ولكن هو تستسلم للواقع بضبط اجتهد فعلا وأحقق الفوز بتلاتة هداف فوز مهم جدا بالنسبة لهيلان كاديم نعم يمكن التصريح بالنسبة لكواس أبيع نحن هنقف مع كواسي لأنه في كتير من الكلام الكام بدور التفاصيل أنه المدرب دشاطري جدا فيه أنه بيعرف القراءة بقرأ الفريق الخاص هنتابع تصريح كواسي أبيع نعود لفاصل لحسن الحظ كنا في عطبرة مع المريخ وتفرجت على مباراتهم مع الأمل وتعرفت على نقاطي الضعف والقوة وكيف يدافعون ويهاجمون الشوطة الأول كان جيدا وتمكننا من السيطرة على الكرة وخلقنا فرصتين عموما الشوطة الأول كان خففته 50 إلى 50% من المريخ أيضا كانت له فرص ولكن الشوطة الثاني سيطرنا على الملعب ولم نعطيهم الفرصة للعب وضغطنا ضغط عالي وأجبرنا مدافعيهم على لعب الكرات العالية ولم تكن ثقة مدافعيهم بنفسهم عالية بعد 30 دقيقة من الشوطة الثاني لاحظت أن الإرهاق بدأ على لعبي المريخ وأيضا الارتباك فدفعت بعاطف ومعاذ على الأجنحة وصلاح في الوسط ليموّلهم بالكرات ونجحت الخطة لأننا خلقنا ثلاث أو أربع فرص بعد غلي وسجلنا من إحداها أي فريق مميز لا بد أن يبدأ الهجم من الخلف لو لم يملك مدافعيك الثقة فسيلعبون كرات عالية وهو ما أجبرنا المريخ على فعله وأنا أضع قلك لعب ارتكاز لأن ثقته بنفسي عالية ويستطيع أخذ الكرة من الدفاع وتوزيعها هدفي مع المريخ دائما هو خلق فريق للمستقبل في أول موسم ساعة 14 لاعب من الشباب وإذا نظرت إلى الفريق غير محمد الطيب ونجم الدين وقلق وصلاح البقية يمكنهم اللايب لخمس مواسم على الأقل ويجب عدم النظر للحاضر فقط وإذا استطاعت الإدارة المحافظة على هذا الفريق بعد سنة أو سنتين سيكون من الصعب على الهلال والمريخ الفوز بالدوري وهذا ما يجب أن يحدث أن لا تكون المنافسة محصورة في فريقين وهما ما يحدث في غانا يعاني كثيرا العملاقان أشانتي وهارت أوفوك من الفرق الأخرى عقد ينتهي في أكتوبر ولم أتلقى من بعد من الإدارة ولم يتحدث معي رسميا فقط أحد أعضاء المجلس تحدث معي تحدث شفهيا أننا نريدك أن تستمر أنا كمدرب محترف أحتاج لمعرفة خطواتي وإذا لم يتحدث معي حتى نهاية أكتوبر فمعناها نهاية العقد وفي نفس الوقت مدير أعمالي ينظر إلى العروض الأخرى وحاليا أنا أنتظر لأسمع من إدارة الخرطوم أو مدير كان هذا أبياء في التصريح الخاص تحدث عن عديد من النقاط الفنية في المباراة واختتم بمصيره مع الخرطوم الوطني التصريح الأبرز حتى الآن عقده ينتهي في أكتوبر ولا يوجد تفاوض رسمي خرطوم الوطني مع أبياء كيف تعلق؟ مدرب كبير أنت جايب لي مشروع كبير هو زي ما قد لك يجهز لعيبة لثنوات أربع خمسة سنوات قادمات فغريب أنه حتى الآن ما بيجلسوا معه حتى ما في كلام حتى بالموجب أو بالسالم أنه هل عاوزين تستمر أو ما تستمر يعني هو ذاته يعرف وضعك هو ذاته أكيد عنده عروض تانية حتى تكون جايه عروض تانية من أنجية تانية ممكن لما أنت تقرر أنه تأتي تتفق معه ويقول لك أنا أوردي مدير أعمالي عقده خلاص وبالضبط كده والعهومة التدريب في السودان ما ساهل يعني السفر الكثير والظروف يعني ما بيئة جاذبة بشكل كبير جدا يعني مفروض أنا كمان ما بس هو لو نشوف له نجوم كتار كالتشي مثلا حنتكلم عنه برضه عقده من تاي حتى الآن وما سمعنا لسه عنه حصل تجديد رغم أنه هداف شوف بـ 30 هدف أكرا مثلا نتكلم عنه في المريخ بهداف المريخ لكن برضه وافي لسه يعني أنبيتنا بنتظر لحد ما خلاص الفاسق على الرأس والضبط كده قال تفرج على المريخ ودرس نقاط القوة والضحف قراءة كواسي للي برا فعلا هنشوف كمان هايكول معانا الرسم بس ضبط كيف هو قرأ المريخ ضغط من البداية على مدافعي المريخ ما دام فرصة لنقل الكرة بقيقة الكرة كلها تتلعب من جمال سالم مباشرة كرة عالية أو تتلعب لصلاح نمر ويلعب كرة عالية الأغلب جمال سالم ده ساعد جدا دفاع الخرطوم اعتبار أنهم عندهم مشكلة كان في الدفاع اضطروا يولفوا محمد حسن لوكا لعب الارتكاز يكون مدافع بجوار حمزة داود فالاثنين لعبوا طوال جدا القامعة فساهل جدا مقارنة بعبد الجابر ورمضان كان أغلب الأحيان كانت الغلبة لمدافعي الخرطوم فهو قدر يفرضوا اسلوبه على فريق المريخ وإنه يضطروا ملعب الكرة العالية في نفس الوقت هو أول ما يستلم الكرة كان لديه محطة كبيرة جدا اسمها قلق وعجبتني جدا النقطة بتاعت قلق دي نعم عندما تلقى فريق سوداني بلعب بلاعب ارتكاز مهاري زي قلق يعني حتى الهلال والمريخ ارتكاز تقليدي بزبط انه يقطع الكرة وخصوم كده يعني ولكن الكرة طورت في العالم كله شوفي بوسكيس معه بزبط بوسكيس ألونسو في بير ميونيخ بيرلو لما كان في اليوفي كاريك يعني شاكة تغيرت المفاهيم بزبط شاكة حاسة عاصنة يعني بيقوا اشتروا لعيب الفنانين عشان تبدأ الهجمة من خط الوسط نعم نحن قبل ما نقف مع المخطط التشكيل يمكن كنوع ايضا من التصريح الرسمي ادارة الخرطومة ومدير الكرة في افادة نعود المواصل بعدها شاء الله جهاز الفني حقيقة جهاز واي وجهاز يعني كواسابية والاخوة المعاو يعني ناس يعيدوا انه هم بيتعاملوا مع التدريب هو اللي عمل معك مشروع انه هو ما داري حق نتائج آنية ولا كان طالب انه النادي يجيب له عناصر جاهزة يداشر عنصر يجيبون تاني يجيبون اول وكذا لو ابني في فريق متعامل المستقبل ودي لسالة افتكرة يعني حاجة من صفحة الخرطومة الوطنة وصفحة الكرة السودانية عموما انك اتكيف تمني للمستقبل يعني لا يلا بيحتمد على عناصر شابة بيهيوم يعني من تضغي علامة على اصر خبرة بيقدروا بعمل موسم يقدموا لك الكتير يعني حياتا انا بشكركم شابي على الفكر الراغي اللي هو بنتاهيو ونتمنى نواصل معنا لسنتين عشان تصهر النتائج الحقيقة بتاعت المشروع يعني هشام يتمنى انه يواصل كواسي حتى يكمل مشروع وكواسي عموما صرح بانه لم يتلقى عرض رسمي الامر الشفاه نعم طيب كان كلامه الأستاذ شام انه يعني انهم يعني تسطين بالأداء اللي بيقدموا والشغل اللي بيقدموا متفهمين لانه مشروع بزط يعني يعني يبقى الخطوة الجاية بزط الخطوة الجاية يعني واضح انه هو ذاته ان كلامه زي عنده تقبل وعنده امكانية للاستمرار مع فريق الخرطوم يعني مهم انه تجي منهم الكرة في ملعبهم انه هم يقدموا له عرض الاستمرار وحقيقا مستوى الشفناو يعني الكرة صح النتائج مهمة جدا ولكن برضو الأداء الجميل يعني مهم يعني ما مميز كواسي عبي ايمان انه دائما اعتمد على الكرة ممرحلة ما بحب انه يلعب كرات طويلة يعمل ارسال طويل حتى صلاح نمر لاحظنا قبل انتقاله كان هذا اللاعب دائما يميل للتمريرات القصيرة الآن بتوجيهات جديدة صلاح نمر اصبح في ارسال طويل كنت ملاحظة بتخصي من اللاعب انه مدارس التدريبية واختلافات فعلا فعلا هو حتى انا ممكن اقول لك حاليا من التمارين بتاعته اذا طبعا قضيت معه اربع شهور لو اللاعب لعب الكرة عالية في اي لحظة في التمرين بيصفر وبيوقف التمرين وفاول الكرة لازم تتلاعب بال بيعتبر خطأ عنها بالضبط يعني فكل يوم كل يوم لما اللاعب يخط الكرة في الوقت ويلعب ويتباص وخانة باص وخانة اكيد بيبقى جزء من شخصيته في الملعب نعم تقلل من مسألة الاخطاء والتشديد بسهل مهمة الخاصة نحن نعم مخطط لهذه المباراة نسبة الاستحواز احصائيات وارقام نقف معها في المحطة التالية لنعلق بعد ذلك نعم التسديدات كابتن ايمن في المرمى المخالفات التسلل الكرات العكسية الركنيات يعني من خلال الارقام في ارقام فيها التفوق وممكن واضح للمريخ عكس ما كان يحدث في مجرايات المباراة حتى الاستحواز نلاحظ النسبة 52% لـ 48 كيف تعلق على هذه الارقام؟ لو في حاجة على فريق الخرطوم تأخذ على فريق الخرطوم هي قلة التسديد هم بيباصوا 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 لحد ما بصلوا قداما لقون ويباصوا برضو يعني هي نفس النقطة الإيجابية لكن تحولت لسلبية بالضبط بالذات اللعب أمين المهاجم الأساسي شفنا حتى كان فيه انفراد حاول يستنى زميله دومينيك ويباصي عليه ولحد ما الكرة اتطلعت بره يعني دي مشكلة هم فعلا كانوا تسديدتين فقط في الشوطة الثاني واحدة مننا أحرز مننا صلاح الأمين الشوطة الأول كان متكافئ جدا 50-50 بالنسبة لفريقين ولكن الخطورة الحقيقية ظهرت بالنسبة لفريق الخرطوم في الشوطة الثانية لما المريخ كان نسبة لإستحوازه 54-46 ثم لأنه سريعين جدا جدا بالذات بعد الدفع بعاطف بمعاز لعيبة سريعين جدا كان فيه انفرادات متتالية متتالية بالذات من اللاعب عاطف الخطورة كانت للخرطوم أكيد الفرص ولكن تزيدات ما كانت تكون في المرمى لما جات في المرمى اتسجل مننا الهدف هو قال اعتمدنا كواسي قال اعتمدنا على أنه ضغطنا على مدافعين مدافع المريخ وأصبح اللعب الكرات العالية أو التشتيت وده سهل من مهمة الخرطوم ممكن في الاستحواز وبناء الهدف وبنطلقوا بهجمة عكسية سريعة جدا بفعلا مرات كثيرة جدا انفردوا مرات كثيرة اللحظت حتى التسلل أربع مرات على الخرطوم ولا تسلل على المريخ يعني هم كانوا بيحاولين مرات انفردوا ومرات تسلل ولكن يعني أكثر من عشرة مرات شفنا الحارس جمال سالم بيلعب الكرة طويلة لأنه ما لاجي حتى فيه لقطة معبرة جدا لعب الكرة لصلاح نمر وعنده أمين ودومينيك بيلعب مهاجمين الاثنين ضغطوا على صلاح نمر وعلى الضفر اضطر صلاح نمر رجع الكرة تانية الجمال والجمال اضطر لعب الكرة عالية يعني اتفرض على المريخة الطريقة اللي هو يلعبها وده سهل جدا المهمة بالنسبة لفريق الخرطو وبالعكس هو كان يلعب بدون ضغط من فريق المريخ هو ذكر أن الفريق المميز يبدأ الهجمة من الخلف يبدأ ممرحل وكانه كان يرسم في هذه المسألة في حين أنه يضيق على المريخ ويجعل المريخ يعتمد على الكراءات العالم فهلا هو بالعكس كمان حنشوف معنا لما نشوف في الملعب يعني هو عنده جلج كمحطة مهمة جدا في صناعة نحب بعد نتابع المخطط بلظب هنشوف معنا يعني خطة دفاع بيسلم جلج هو بيغير الصيد ده مخطط يعني زي مواضح بذب في الصورة دي بتشكيلة أما الخرطون كان عنده غياب وحيد هو نجم الدين المصاب فاضطر يلعب محمد حسن اللعب الارتكاس كمدافع سموال أحمد آدم جلج وأمواكو أحمد حامد النجمة الجديدة الشاب بتيش دومينيك وأمين في المقدمة ومايكل على اليسار دي خدع بها المريخ كان في تصريحات كثيرة إلا أنه سيكفلوا مايكل كوماندا اللعب اليوغندي ولكن اللعب على الشمال عكس ما كانوا على اليمين بلين جلج كابتر أيمن وجود لعبين اتكاس في المريخ دخول حماد بكري بيجارب محمد الرشيد الناس كانوا يتكلم عنه طبعا غاب عمر بخيت افتقد المريخ لعناصر الخبرة في الوسط وطغط خبرة جلج على الوسط وسط المرحب بالضبط هو إبراهيم جحفر كمان غيابه كان مؤثر وعمر بخيت الاثنين هما كان غيابهم مؤثر جدا يعني لو أنت تفرجت على أي مباراة لفريق الخرطوم هتعرف أنه بتبدل كور كلها من جلج فبتخذت لعب الوسط المهاجم الضغط يكون عليهم ما تبديوا فرصة عشان أنت تضطر حمزة أو محمد حسن إنهم يلعبوا كور طويلة لا أخطر كورتين كانوا في الشوطة الأول بالنسبة للخرطوم الكورة تتلعب ليقلك بغير الصيد مباشرة لسموأل وسموأل عمل عكسكتين كانوا خطيرات جدا جدا الأولى يعني أمواقه ضيعة والتانية أمين ضيعة انفرادين وأكبر فرصتين في الشوطة الأول كان الملاحظة يا كابتن أيمن مع انطلاقة الخرطوم فيه اثنين دايما بيكونوا موجودين كمدافعين وبيتكون الهجمة سريعة جدا فبالتالي ما بيضطر المساحات ما في مراقبة تلقى لاعب الخرطوم حتى لو كان لعب خرطوم اثنين بيكون ما مراغب ما في ضغط عليه كبير لا من قلبه الدفاع ولا من ظهيرين الجب فعلا بيقوا مساحة كبيرة بالذات الظاهرة الأيمن في الشوطة الأول سموأل وكان أفضل لاعب فيه الشوطة الأول الشوطة الثانية العادس شوفنا أحمد آدم الظاهرة الأيسر ظهر بشكل مويز حقيقة والبودلاء برضو كان عندهم دور كبير جدا يعني قدر استعام بعاطف خالد بمعازر قوز بصلاح الأمير ثلاثة بودلاء على أعلى مستوى بالنسبة للمريخ ما كان عنده دكة البودلاء حقيقة كمان لشأن ندي حقهم برهان ومحسن مدربية اتعرضوا لظروف غيابات اصابات ايقافات نعم يعني إيتا عبد الجابر يشارك بعد غياب كأساسي مع رمضان ثلاثة مهاجمين ممتازين جدا عنكبا وبكري وتراوري بعيدين خطى الوسط اللعب وآخر مباراة عمر بخيت وإبراهيم جعفر الاثنين غايبين خطى الدفاع الأساسي كان غايب فغيابات كبيرة جدا وأثرت بشك كبير ولكن أنا عندي إحساس أنه هم ما تفرجوا على خرطوم أكبر حاجة أنت بتعمل لما تلعب ضخارطوم تكفي القلق دي واحد إثنين تلعب عكسيات يعني الإحصايات معانا وممكن نشوفها تاني المريخ أربع عكسيات ناجحة بس وتمانية خاطع يعني وأغلب العكسيات من رقنيات أو من فاولات والناجحة شكلت الخطور بالضبط الخرطوم الهداف دخلت تيو كيف مع الهلال بيشة من عكسية مع أهلي شندي كلتشي من عكسية مع فيلا هدفين زهاب وياب من كورنر ومن عكسية مع هلال كادوكلي من عكسية مع مريخ كوستي من عكسية يميال عبد برهان ومحسن على هذه بزد أكرة وشفنا أكرة ومصحب الجناحين بيخشوا لجوة الاتنين صحيح أنت يعني عادل هو كان نجمة مباراة هو حارس مميز جدا عادل عبد الرسول صحيح هو شوت ستوبر زي ما بقول له مميز جدا أي تزديد هو قادر إنه إدعاما ولكنه حارس قصير القام ودي مشكلته ومش في الكورة العكسية يعاني والأهداف أغلبة جات من العكسيات في الخرطوم فالمريخ يعني واضح إنه ما كان في تركيز على الناحية دي اللي كان ممكن تعمل فريق بالنسبة لي نعم في كلام عن عدم انسجام لاعبي الدفاع المريخ ده أدى بصورة كبيرة للاهتزاس يعني إذا كان الأطراف إذا كان قلبين الدفاع تحمل بصورة كبيرة يمكن ضفر كثير من المسؤوليات يعني حتى في تصريحات كان إنه غياب الانسجام أدى للاهتزاز وجاءت الأخطاء أصبح الأسوأ الخطوط خطة دفاع مفتوح وأي كرة ممكن تشكل خطورة وقد يدفع المريخ تمن لمباريات قادمة يعني مباريات ضد فرق قوية بالضبط هو المريخ بادي مؤسسة لمباريات الصعبة وخسر من الخرطوم إنه مباراة مع هلال لبي هلال لبي ده لشندي الهلال يعني مباراة في الطريق صعبة صعبة جدا والمشكلة كمان بدت هو عدم الضغط يعني حماد كان بعيد من الإصابة لفترة طويلة والمدرب يستبدلوا بكوفي حاول يرجع محمد الرشيدي بقى ارتكاس ولكن حتى ندنا نقطات الهدف حنشوف عكس الخرطوم ما يضغط وبشكل كان مميز لا كان بيدوا راحة كبيرة جدا فريق المريخ شفنا انفرادات متتالية في شوط ثاني أربع انفرادات يعني كان ممكن تترجم ولقطة الهدف كمان هل ستورينا دي لقطة الهدف معنا دي لقطة اللولة بدأ طاحز للتمركز بسرط قفتنا أحمد الديش عنده الكورة فيه ثلاثة لعبة من المريخ ولا واحد داخل عليه عشان يمسك الكورة دي أول حاجة الحياة الثانية ولا لاعب قافل الطريق لمعاز القوز يعني شايفين معاز متمركز شوط ما بين اللعبين صلاحني مرة على شماله ما عارف ماشي كده لأنه ما في ولا لاعب في الخرطون كده هو مائل والمساحة بينه وبين ظفر كبيرة جدا جدا والنحية الثانية شايفين صلاح الأمير هناك مع بخيط خميس يعني صلاح الأمير قد متفوق على بخيط خميس قد متفوق يعني بخيط خميس يجب أن يكون بينه وبين الكور يعني ستة لعبين من المريخ ولا واحد فيه مواقف صحيح ولا لاعب يعني أكيد يسأل المدرب على السبب يعني الدشك هو لعبة عالية بالنسبة لمعاز لكن كان ممكن يلعب له أرضية كان ممكن عادي جدا يلعب له الباصده أرضي وينفرد بين المدافعين صغر لأن الطريق مفتوح واتكرر المشهد في مباراة الأمس أكثر من مرات أربعة مرات نحن جبنا لقطة هاتف لكن كان ممكن نجيب أربعة لقطات بنفس الطريقة سنأخذ معنا اللقطة الثانية ستجدنا تأكيد بالضبط يعني الكورة بعد ما مشت لمعاز اللقطة الثانية ستورينا كمان التغطية العكسية من بخيط خميس كان فيها مشكلة كبيرة جدا هو أرد يقولنا ضفور كان بعيد ما قدر يحصل معاز زي ما حنشوف معنا في اللقطة صلاح نمر أرد كان الفوزيشن بتاعه سيئ جدا برى اللعبة تماما فقدوا المتابعة على الصين ضفور كان بعيد حاول يجي وبرضه ما قدر يعني أخطاء كبيرة جدا بالنسبة لدفاع المريح نعم يعني هذه الأخطاء يمكن دفع التمن غالي جدا فريق المريح التعامل مع كروت الرابحة في المباراة يعني تغيير قراءة الشوط الأول بالنسبة لكواسي أبياء دفع بيت دير واحد صنع واحد سجل الهدف وتبديلات المريح كيف شفت التغييرات بالنسبة للمدربين بالضبط لا أثرت جدا جدا زي ما قلت التغييرين هم اللعبين السجل الهدف لو نأخذ اللقطة كمان معنا اللقطة الهدف اللقطة التانية نشوف كيف معاز مرر يعني شوفنا صلاح الأمير وكانه يعني في العشرين ما شاء الله يعني اللقطة الهدف دي لأنه اللقطة طريفة بخيت خميس لاعب شاب جدا ولاعب ناشئ في المريخ وفرق كبير في العمر بزرق فرق كبير دي اللقطة التانية اللقطة تلعبت لمعاز وقلنا صلاح الأمير صلاح نمر شايفين أنه برق الـ 18 أصلا ما قدر يحصل تاني بعد موقع لأنه كان الموضوع كان سيئ ضفور يحاول يحصل معاز القوز ولكن بعيد يعني لأنه بدل من منطقة بعيدة صعب على آخر الصورة هناك شايفين صلاح نمر وبخيت خميس بر الصورة تماما يعني صلاح نمر فاته لأنه ما خصل الكاميرا ذات وبخيت خميس بره وشوف فرق العمر بين بخيت خميس وبين صلاح الأمير بتعرف أنه يعني العاوز الكورة أكتر منها العاوز يسجل الرغبة أكتر موجودة الخبرة برضه حسمت لأنه وكيفة مركز صحيح ويمشي ويحسن في دقائق في كروت ما بتقدر تلعبان المبارك كلها كابتن عيمن لكن بتنزل في وقته وتحسن المسألات بزرطة هو أول عندما كرة تلعبت لمعاس صلاح الأمير تحرك طوالي بخيت كان لسه بعين للكورة منتظر يشوف لكن صلاح الأمير عارف معاز أول ما حدده الكورة سيمرر له مشه في المكان المناسب وخدت رجله في الكورة وسجل هذا وزي ما قلت فعلا مشاركاته قلت كثيرا صلاح الأمير ولكن لمسة زيدين الناس ستتذكر كونك تفوز على فريق قمة ستكون جماهير الخرطوم سعيدة جدا هو ذاته قام باحتفال أخلاقي جدا رفض الاحتفال بالفوز على فريقه السابق طبعا كان لعب المريخ وكان نغمة محببة لجماهير المريخ سايقة صلاح بالضبط بيقى سايقة سواجة عكسية بالتأكيد يمكن المبارادي بعد انتصار الهلال الآن بهدفين فريق الهلال انتصر وأصبح الفارق إلى تسعة نقاط تسعت المسألة على صباق الصدارة ما بين المريخ والهلال طبعا نحن هي الآن ستة نقاط الهلال بتأخر مباراة طبعا بالنسبة للمريخ المريخ ينظر لأنه بحسابات من الهلال قد يفوز ويصل إلى تسعة نقاط الهلال ينظر لهذه المباراة أيضا نظرة أنه إلى الآن ما اكتملت نقاط لكن بأي حال من أحوال هذا التعثر قد ينعكس على أداء اللاعبين ما هو التعامل النفسي الحقيقي المطلوب الآن من برهان ومحسن مع لاعبي المريخ حتى يحافظ على الأداء وروح الشباب في الوارد القادم لا مهم جدا دورهم في الوضع رغم أنها خسارة أولى كمان نديهم حقهم في الدورة الثانية تمانية انتصارات تسعة تعادل وحيد وخسارة وحيدة يعني وما في فريق ما بيخسر صحيح ولكن نادي قمة لما نخسر يعني دايما بتكون الأجواء صعبة صعبة جدا بالذات إنه الخسارة في الخرطوم فدي حاجة نحن حاولنا كابتن أيمن التواصل مع الكابتن محسن السيد حاولنا التواصل حتى نسمع رايو في هذا البرنامج على المباراة الأمس التبديلات أداء اللاعبين وما زال زملاء في الكنترول بيحاولوا التواصل مع الكابتن محسن السيد لتكتمل صورة المباراة الفنية بالتأكيد انتصار الهلال يفتح السؤال ومستوى الهلال يمكن نحن نرجع بالتحليل وبرقام لمباراة الهلال في الحلقة القادمة من حال الرياضة الاعتبار أن المباراة انتهت قبل قليل لكن الهلال يواصل في الانتصارات ويمضي بثبات نحو البطولة نعم هو الهلال بداية الدورة الثانية مرة بالمباراة الصعبة تهزم من هلال اللضيض وإتعادا مع أهل شنبي المريخ حاليا بادي المباراة القوية تهزم الخرطوم عنده هلال مباشرة الأسبوع القادم فهذه المباراة القوية محتاج المريخ جدا صح اتتعد من الهلال ولكن لو ما برهان بسرعة يعني يشتغل مع اللعيبة نفسيا لأنه ممكن لو خسر ثاني من هلال مبيض فجأة يلقى حتى المركز الثاني يبقى ففي فرصة يعني في كرة القدم الفريق ما بيفقد الأمل نعم بيكون المعركة حتى النهاية حتى النهاية صحيح أنه في دلالات في مؤشرات لكن حتى النهاية نتابع مخطط أيضا جرافيكس هو نعلق مع كابتن أيمن في محاولة للمعالجات الفنية لهذه الفقرة ونعيدكم بمزيد إن شاء الله من التطوير مزيد من الصور واللغطات بتفاهمات طبعا مع أصحاب الحقوق حنتابع ونرجع نعلق إن شاء الله ما كنت نعلم نعم ترتيب هدف أي الدوري الممتاز كليتشي أوصون والأهل شندي حطم كل الأرقام القاتلة نيجيرية هدف تاريخي أصبح للدوري الممتاز هدف مع الهلال مع المريخ مع الأهل شندي قصة يعني كليتشي بتأكيد هيكون رقم صعب الوصول لرقم هذا النصر أن يجيري كليتشي أوصون ونسجل هدفين في مباراة الأهل شندي مباراة النمور الأخيرة وصل للرقم 30 وبالتالي هو الرقم المميز كليتشي أصبح ظاهر كنت نعيدا فعلا يعني أنت عين للأرقام غريبة جدا 13 12 12 13 30 30 يعني تحس أنه في عالم والناس دي كلها في دنيا ثانية يعني هو حقيقة هو اللعيبة دل في وضع عادي دل وضع الطبيعي للدور السوداني حتى الآن فرق لعبة 27 فرق لعبة 28 فكونوا سجل 13 12 معناه أنت كأنه هدف كل مباراتين بالنسبة لأوكرا بالنسبة لبشيا بالنسبة لفا معقول جدا ولكن 30 هدف في 27 مباراة هذه أرقام بتاع كريستيانو بتاع تنسي بتاع صوارد بزط يعني نحن في الدور السوداني لا يتعود حقيقة على المهاجم يسجل بهذه الكثافة الكبيرة جدا هو الأهلي لعب 27 مباراة كليتشي لعب 25 كليتشي كسر رقمه خاص بالضبط هو الرقم القياسي كام كان باسمه كليتشي الآن كليتشي كسر رقم ووضع رقم قياسي جديد صعب بالضبط هو كمان ماشى كم سنة وجراجع تانية ماشى الإسماعيلي وعاد مرة تانية مارس هوايته بالضبط كسر رقم هو زي ناس يوزين بولت اللعبة اللعبة بتاعنا العاب القوة بأرقام قياسية وبرجع يكسيرها مرة تانية تلاتين حقيقة يعني هو في التلاتينات من العمر حقيقة شي مميز جدا وما بس الموسم ده كمان يعني ما بس تقارنوا بهدافين الموسم ده عندنا جرافيك كمان هنشوف نعم هي المواصل بنفس المسأل مقارنة بالمواسمة السابقة وعدد أهداف الخاصة يعني كلتشي محطة تبقى محطة اللي تألق وأبدع وسجل مع جميع الفرق نتابع ونعلق إن شاء الله ده ترتيب للهدفين ويمكن بنلاحظ يعني التفاوت في الأرقام كابتن أين بالضبط يعني 2013 شايفين 13 هدف ثلاثة لعيبة كاريكا وأسماعيل بابا ومحمد كوكو 15 تراوري الوقت دك كانت 26 مباراة وأيضاً عنكب 12 هدف الموسم الماضي في 28 مباراة كاريكا 30 برضو الرقم برضو مع الأرقام بتاع السنوات الماضية وحتى المباراة لم تكتمل بضبط سوى 20 وهو لاعب منهم 25 بس يعني غاب عن مباراة هلال كادوكلي يتغلب الفريق غاب عن مباراة المريخ يتغلب أهلي شاندي أيضاً من المريخ كأنه معاول انتصاف بضبط لما يكون موجود لأنه سيسجل يعني انت عندك لاعب ضامن وحيسجلك أهداف ودي أغلى حاجة ما بس في السودان في كل مكان دايماً المهاجمين هم العليهم العين هم العليهم الأسعار هم المطلوبين بشدة حقيقة يعني بيقدم في موسم استثنائي بشكل كبير نعم ونحن متواصلين مع كليتشي أوسون وأيضاً بالرصد والأرقام وبعد ذلك صدأتي اللغطات كليتشي أوسون ويتفوق على نفسه ويتفوق على الجميع مخطط أيضاً وأرقام خاصة لاحظ لعدد لاحظ لعدد الأهداف كان عنده 116 هدف 54 مع الهلال و 62 مع المريخ 166 هدف العجب كان فيصل العجب جا كسر الرقم ده بعد ما عاد مريخ الفاشر وكلتشي رجع كلتشي كسر بضبط 36 هدف من ما جاء أهل شندي 2015 يعني سجل 6 هدف الموسم الماضي المدرب ما كان بيسق فيه كان دائماً على دكة البودلة وبعد ذلك سجل 6 هدف ولكن لما انجل مدرب ريكاردو هو كلمة السر في أداء كليتشي هو يعرفه تماماً بضبط أول ما جاء هو بيمضى في العقل طلب أنه يعمل حافز كبير جداً لكليتشي لو طلع هدف الدوري فذا بيوريك لها تدرجة أنه واثق وواثق أنه سيطلع لها هدف الدوري وهو كان الوقت داك احتياطي في فريق النمور ولكن إدارة أهل شندي لكن طلعت أحرف منه رفضوا رفض بات لهذا الشر وكانوا حاسين ففعلاً يعني هو ريكاردو كان مدرب في الهلال معه هدف الدوري مدرب في المريخ كان معه هدف الدوري مدرب في الإسماعيلي وأيضاً مدرب في أهل شندي خلاص وعارف هذه المحطة الخطيرة الإسما كالتشي في مقدمة أي فريق نحن متواصلين مع تليتشي أوصون ولقطات بشعرات الأندية المختلفة وأهداف للقاتل النيجيري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة 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 تعادل توتنام ليفرقول أبرز المحطات أيضاً انتصار كان لليستر بعد تعثر البطل وأرسنال الوصيف أيضاً يعود لطريق الانتصار مان سيتي قبل لحظات انتصر ومان يونايتد في الزمن القاتل انتصر وهذه بقية المباريات كيف شهدت هذه الجولة؟ كانت فيه انتصارات منطقية للفرق الكبيرة ثلاثة المتصدرين تشلسي مان شيستر يونايتد ومان شيستر سيتي نعم تشلسي متصر على البرز بالضبط كده وليفرقول و توتنام كانت مباراة قوية جداً استمتعنا بها جداً ليفرقول أدى بشكل أفضل مدرب كلوب مدرب هجومي جداً بعد الموسم ده بطريقة كلوب سعيد بهذه النتيجة يعني هو كان يتمنى أنه مدرب هجومي يسعى دائماً لحظ النقاط لكن التعليقه بعد ذلك الراضي عن هذه النتيجة فعلاً هو اللعبة لدرجة كبيرة أدوا هنا من تشوف الكورة معانا شوف الضغط العالي بالنسبة للاعبة ليفرقول ستة لعبين بتغطوه زي ما شايفين بالصورة وأول ما يقطعوا الكورة طوالي عاوزين يمشوا على الهدف هنا فرمينيو بمرر كوتينيو ولولا التصدي الرائع من الحارس الكورة دي كانت تاتي كلها رغم انهم على ملعب توتنام ولكن شوف العددية دي سبع لعيبة في الهجوم يعني بادي بداية قوية جداً لفرقول الموسم ده فاز على أرسنل الأربعة ورغم الخسارة من بين لي ولكن زي ما شايفين يعني الموسم ده واضح انه التركيز كله على الهجوم هنا برضو منشوف تمانية لعبين موجودين في تلتة الأخير ده بيخلق مساحات هنا منشوف ماني بتزديدة قوي جداً كروب يندفع كروب يتقدم بالأمام حتى لما كنت في القطع شوف لالانا والمجهود الكبير البازلو العليو الصورة عبر قوس كامل شوف بزبط وصل كان ما محبظ بس حبه وفصايد بس الحكم الهدف ده ما تحسب بأنه كان وفصايد لكن بتحسن ان مباراة ليفر فول ستكون جميلة جداً نعم يعني هذه المحطات هذه الروح مع كروب الاندفاع القتال على كل أرجاء الملعب مباراة تصبحت فعلاً مثيرة ليفر أنه في سعي دائماً للإثارة لا ركون لا تكتيكات لا إغلاق كما كان يحدث بس ثبت والجماهير بتحب الكورة الهجومية الكورة الحلوة ده السبب كان مطلب قلوب أنه يكون موجود وفعلاً هو بيطبق نفس أسلوبه في بروسيا دورتماند نعم يعني لم يغير المدرسة مع اختلاف البوندستيغ الليه البريمر ليك ولكن نفس الأسلوب نفس الإثارة يعني هذه التفاصيل بالنسبة لليفر فيه مع الفرق الكبيرة كيف تقرأ أداء الفريق المقال وحيكون منافس على الطوب فور على الرباعي المشكلة بالنسبة لليفر قول خط الدفاع قدر ما هو هجومي ولكن حتى الآن استقبل ستة أهداف في ثلاث مباريات ده عدد كبير وده اللي بيقلل فرص من المنافسة على اللقب نعم المان سيتي أيضا أو مان يونايتد باتصارات باتصار خاصة في الزمن القاتل راتشفورد أصغر لاعب مع مورينو يسجل في الدقيقة تسعين مان يونايتد لا يتراجع يحصد أيضا في اللقاب بسط هو اضطر يدفع به مورينو لما وصلت الدقيقة الـ 68 وبدون هدف يخط الكرة قدامه وبيجري ما هم وفيه مدافعين ثلاثة أربعة راتشفورد هنا بيشوفه عكسية مميز جدا لأبرانويتش لما أعرف أبرانويتش زعلان على شنوب لأنه هو يمشي ويخط الكرة بسط قام وهراه راتشفورد بيعملوها كيف يعني هنا بيشوف روني وبيمر وبيعكس وراتشفورد هو الموجود في المكان المناسب وبيضع الكرة شفت المكان بالضبط هو متأخر متأخر لحد لي ما حست العكسة هتجي اتقدم وخط الكرة في الدقيقة 90 طبعا سعيد مورينو بالرصاصة الأخيرة في آخر الدقائق ودور الله كابتن أيمن لأنه بريمريليك هيكون وضعه صعب جدا بريمريليك هيكون معارك هيكون مباراة نارية مباراة صعبة جدا والعشاق والتفاعل نحن نعرف في السودان حب كبير للأندية خاصة الأندية الكبيرة وتفاعل منقطعة نظيف أكيد المدربين الكبار تتكلموا كلوب على مورينيو على غورديول المدربين كبار جدا بس مورينيو يتمنى يدي فرصة أكبر لراشفورد نحن هو كان هداف الفريق العام الماضي مشاكس أوروبا كان من أحسن اللعب الإنجليز مورينيو جاء هو ما بيحب الناشئين ما بيصق فيهم كثيرا اشترى براونفيتش ما في كلام ما في مشكلة لكن برضو لاعب راشفورد شاهدنا دخوله رغم منه مدرب المنتخب أبعده رجعوا لل أندر 21 واحد وشرين قالوا تلعب في فريقك صعب أنه تكون موجود المنتخب تكون كخير أول هو أعلن عن نفسه مغاشر دخل دي الروح دي الحماس عاد البطل مفاجأة العام الماضي انتصر ووصيفه آرسيل آرسيل عنده عشاق المدفعجية عاد لطعم الانتصار رجعوا وزيل بشكل كبير ورجع معه سانشيز بناتهم تفاهم كبير جدا بناتهم كلمة السر الزمان الزمان ساعدهم فريق واتفورد لعب المدرب مادزاري الإيطالي بخمسة مدافعين ولكن لم يضغطوا هنا منشوف الجزاء جميلنا الهدف الأول يعني مخالفة من كابول لأنه ما كان قريب واضطر يجي ويعمل فاهم هنا برضو منشوف كابول ماشي مع سانشيز ورغم أنه مدافعين كتار لا حزين تلات يعني كرة سريعة جدا وسانشيز ما قدر يصل معه كابول ما عرف نوع قاصدة ولا جاء تلمر لكن ما معناه أنه يلاعب أوزيل وحيدا بدون مراقبة قال أنا مدى فاضي ما أخش أتقدم ويتشوف العكسية ويضع أوزيل يعني دائما الحلواني وصانع التمريرات سالعة النكهة الخاصة في كل فريق يعني هو بتألق ودائما يتألق الفريق يقدم هدايا على طبق من ذهب يصنع ويسجل أكيد وهو أكل وكمان أرسفينقر يعني غير وأسنام مباراة قال لأنه ما جاهز 90% 90 دقيقة يلعب فتخيل لو بيقى جاهز 90 دقيقة وزيل حيقدر يقدم شنوه مع أرسنال نعم لستر حاله هذا الموسم ليس كموسم التتويت البطل لفاجأ الجميع لكن لستر أيضا بدأ يستعيد سكة الانتصار ربما عودة الإعلان ولكن لستر هذا الموسم الكل توقع أنه لستر لأن الجميع سيركز مع البطل بزد مبارل لبزات مع أهل عانوا ولكن هنا يرى نجم المباراة بعد أن تجددوا له خمسة سنين يعني لاعب مفصوط هنا بروح التجديدة ساعدهم جدا كمان سوانسي لاعب بدفاع متكدد هذا البناسب لستر يعني هو عنده مهاجم سريع جدا هنا يرى نجم المباراة يقطع الكرة دائما يتوفر للزميل دائما عندما يستلم الكرة يباصي ويتحرك ويكمل يعني 90 ألف في الأسبوع العقد الجديد يعني برضه ساهم في المستوى الذي يرى هدف لمسة لمسة محرص وهو دائما ينزار قبل بباص خلف المدافعين لفاردي وهذا فاردي يعني لو لعبت معه بدفاعه وتقدم هو سريع جدا جدا لاعب قناص لا يوجد كلام ولاعب ضرز بشكل خطير في الموسمة الماضية وأعلن عن نفسه للفرق بضلط والباص كون أحلى من الجون يعني في ظهر المدافع كان صعب جدا بالنسبة للمدافع وباص آخر يعني سنرى هذه السناية كبيرة كثير بين درينكووتر وفاردي نعم يعني كان عندك حديث خاص عن درينكووتر وفاردي وأنه تجديد في مكان وأنه يحتفظوا بهذا اللاعب وإستر قاتل على عدد من لاعبي محرز رغم لم يرحل يعني سياسة مسك بكل النجوم كانوا أيضا لا يريد أن يستسلم أقل شيئا أنا أذهب للأربع الكبار رغم المصعب هذا الموسم بالضبط والله لستر حيكونوا سعيدين جدا بالانتقالات رغم أنه فقدوا كانتي النجم الفريق انتقل لفريق تشلسي ولكن يمكنوا يحافظوا على كل النجوم الباقيين فاردي موجود درينك ووتر جدد محرز جدد هوس مورغان الحارس أيضا جدد يعني قدروا يحافظوا على حافظوا على هيكل بالضبط هذا يعني النقطة الأسبوع الماضية أمام أرسنل جيدة وثلاثة نقاط الأسبوع ده نحس أنه بعد كده لستر سيبدأ يجمع النقاط نعم نحن هنمر سريع هنتوسع إن شاء الله حلقات قادمة خاصة في دوري الأسباني عندنا نتائج الدوري الأسباني والريال يواصل الانتصار تابع بقية النتائج نعود نعلق سريع أبرز المحطات كيفتين أيمن ريال مدريد واصل أيضا الانتصار وانتصار على السينتافيكو في مباراة وصفت بالصعبة جدا نعم هو بعد الفوزة الأول اللي تسهل في المباراة الأولى يعني توقع جماهير الريال إنه الريال يواصل بالطريقة دي لكن كان فوز صعب جدا بتوني كروز في دقية 82 الهدف الثاني يعني النتيجة الصعبة جدا تقدم ريال مدريد موراطا اتعاد سلتافيكو وسجل ولكن الحاجة اللي ستكون جيدة بالنسبة لزيدان إنه اللعيبة بدوا يطبقوا طريقته في الضغط العالي الهدفين جوبا كورما الأولى قطعت من الحارس بعد الضغط عليه حارس سلتافيكو الثانية قطعت أيضا خيسس رودريغس عالي وقدر مرره وتسجل يعني الهدفين جومي إنك تقطع الكورة قريب من مرمى الخصم نعم تسجيل موراطا أيضا له بالتأكيد وقع نفسي سيفيد هذا اللعب في المقبل برياضة أكيد هو طبعا ولد مدريد يعني كمان سجل هدف الأول مع جماهير ريال مدريد يعني جماهير ريال مدريد دائما تحب النجوم أو لدى النادي زي ما نسموه راول موريانتس يعني غوتي اللعيب تطلعوا في ريال مدريد بيكون لديهم إحساس مختلف كروز لماكنة الألمانية أيضا تواصل التألم توني كروز لاعب رقم صعب يعني أي لاعب وسط متكامل يعمل لك أي حاجة بفاع هجوم هو زيد قبل أن تكلمنا على قلك يعني هو اللاعب بلعب ارتكاز لكن مهاري جدا وكمان الزيادة على أكيد تسجيل الأهداف بطريقة مميزة نعم نحن نواصل مشاهدين كرام أيضا الدوري الإيطالي استعراض لنتائج الدوري الإيطالي وتعليق سريع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة